بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين اليوم نتكلم عن زيت جنين القمح أضيفي دفعة غنية من عناصر الغدائية تتحدى الشيخوخة إلى روتين العناية ببشرة تكي عن طريق دمج زيت جنين القمح في نظامك سواء كنت تأخذين هذا الزيت كمكمل غذائي أو تضيفيه إلى وصفاتك أو تستخدميه بشكل موضعي على شكل ماسكات على بشرتك هذا النوع من الزيت يقدم العديد من الفوائد بدءا من تنعيم بشرتك وترطيبها إلى تعزيز قدراتها التجديدية إذا كنت مهتم بالطرق الطبيعية لدعم بشرة صحية ومتواهجة فأن زيت جنين القمح يستحق البحث يشتق زيت جنين القمح من جنين القمح والذي يعتبر قلب القمح لأنه يوجد في وسط حبة القمح يغذي نبات القمح بالمواد الغذاء المغذية لمساعدته على الإنبات والنمو جرثومة القمح كثيرة في فوائدها جنين القمح أو جرثومة القمح هي أكثر المكونات المغذية في نواة القمح تحتوي على 23 عنصرا غذائيا مختلفا الله أكبر جنين القمح فيه 23 عنصر غذائي يا عباد الله يا ناس البروتين فيتامين بي أحماض وميق ثلاث الدهنية الصحية الحديد الكاليسيوم فواد الغذائية الكثيفة بتخلي إضافة صحية رائعة جدا لنظامك الغذائي الزيت جنين القمح مليء بالمغذيات مما يجعلها مناسبا بشكل خاص لترطيب البشرة وتهديئتها الفواد العظيمة جدا في جنين القمح وزيت جنين القمح لا يمكن تصورها بشرتك تمتص جنين القمح عند مسجه بزيت آخر يجب مسج زيت جنين القمح بزيت آخر لتخفيفه ليسهل امتصاصه مما يجعله مرطب فعال وعلاج موضعي مناسب عند وضعه على بشرتك زيت جنين القمح يقوم بتسريب فيتامين ألف وفيتامين دال وفيتامينات بي مضادات الأكسد الأحماض الدينية المفيدة هالعناصر الغذائية لا ترطب البشرة الجافة فقط أو المتشققة وتعالجها فقط بل أيضا تزيل الندوب وتمنع الندوب بالبشرة ما بتخلي وجهك محفر ما بتخلي وجهك في طلعات ونزلات وانخسافات وبروزات زيت جنين القمح يقلل تلف الجف بشكل ممتاز يزيل الجذور الحرة غني بفيتامين هاء غيتامين الجمال زيت جنين القمح غني جدا بفيتامين هاء زاد بيدعم تكوين الكولاجين الصحي ولكن زيت جنين القمح زيت كولاجيني من الطراز الأول الأشياء العظيمة في زيت جنين القمح أكثر مما نتصور لجنين مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للشيخوخة عظيمة في زيت جنين القمح لجنين القمح خصائص مضادة للأكسدة زائد عكس الشيخوخة مما يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض وأمراض القلب والأوعيد دموي وقلد يقوم بتقليل علامات الشيخوخة الخطوط الدقيقة والتجاعد يكتسح علامات الشيخوخة المبكرة يجعل بشرتك ذات ملمس سيراميدي رائع وبالغ الجمال يجعل بشرتك ملسة وشعرك ملس يحمي بشرتك من التلف يدعم الكولاجين بشرتك بشكل ممتاز جدا زيد جنين القمح يخفض الكوليسترول السيء كيف بيخفض؟ بيخفض أن الكوليسترول يدار إلى حد كبير جدا ويزيد أيضا من الدورة الدموية الشيء اللي بيساعد في الحفاظ على صحة القلب زيد جنين القمح يساعد زيادة الدورة الدموية في جعل الجلد والشعر بصحة جيدة جدا كذلك كذلك وأيضا زيد جنين القمح يقوم بإصلاح الأنسجة لأنه بيحتوي على فيتامين بي هذا الذي يساعد على إصلاح تلف الأنسجة وكذلك نموها أيضا زيد جنين القمح يساعد المعادن والفيتامينات والعناصر الغدائية في الوصول إلى خلايانا هذا الأعجوبة زيد جنين القمح يعزز الطاقة كيف ولماذا؟ لأنه غني بسلسلة طويلة من المغديات الأساسية والتي تحسلنا الطاقة العضلية وبالتالي يوصب بشدة باستخدام زيد جنين القمح للرياديين يعني كان الرياديين يوصى جدا أنهم يستخدمون زيد جنين القمح لأنه يعزز الطاقة مثل ما قلنا بيمنح الطاقة والأكسجين خصوصا أثناء التمارين فبيعطي نشاط أكثر زيد جنين القمح ينظم الجهاز العصبي يرفع الحالة المزاجية لأنه يحتوي على فوائد أحماض الأوميغاتري الدهنية التي تساعد في تنظيم الجهاز العصبي بشكل منهجي بشكل ممنهج بشكل جيد جدا اللي كيخلي الإنسان نشير وكيقلل من مستوى التوتر إلى حد كبير وبصراحة كلنا محتاجين لأننا في نمط الحياة هذه نخفف مستوى التوتر لأنه يحتوي على مركب مثل ما قلنا الفيتامين بي أيضا زيد جنين القمح يمنع العيوب الخلقية إذا كنت حامل يمنع العديد من أنواع العيوب الخلقية ما بخلي عندك ما بخلكي تسقطي القنين بيحتوي على نسبة عالية من فيتامينها ينصح بزيت جنين القمح حتى للحريم الحوامل ليه؟ لأنه له فوائد حظيمة النفع للقنين بيسمح بخلايا الدم الحمراء السليمة بجسم الببو الصغير هذا اللي ببطنة بيمنع مشاكل الجلد زيت جنين القمح زيت ليس فقط زيت كولاجيني بل أيضا زيت سيراميدي من الطراز الأول ولكن يجب مسجو مع زيوت تخفف فوق بيساعد زيت جنين القمح في توفير بشرة صحية ليمنع العديد مشاكل الجلد الصدفية الأكزمة جفاف الجلد يمكن تطبيقه موضعيا بنجاح تام بهدئ البشرة بيصلحه بيحتوي حلاء لزيت فيتامينها اللي بيعتبر مفيد جدا للبشرة زيت جنين القمح بيحارب تراكم الدهون ما بيخلي الدهون تتراكم بالجسم بيعزز مستوى السكر بالدم زيت جنين القمح غني بالمنغنيزيوم عند استخدامه بيساعد في التعزيز التحكم الصحي بالنسبة للسكر في الدم أمر مفيد جدا خاصة لمرضاء السكري بيخليهم يسيطروا على السكر بيحسن الصحة العامة للاستهلاك المنتظم من جنين القمح مع السلطة مع العصير مع أي شيء ممكن تستخدمي جنين القمح بيمنح حياة خالية إن شاء الله تعالى من الأمراض بيقلي الجهاد بيخلينا النشطين بيعطينا حياة صحية بإمكاننا نتناول جنين القمح يوميا بدون أي مشاكل قناة ومستشفى العشاب شكرا من يغسير بناشدكم الله سيدي مولاي مشاركة الفيديو بالواتس أبا الله يسعد والدينكم